العضلات عبارة عن محطة لتوليد الطاقة وحرق السعرات الحررية بناء العضلات يساعد على تحريك المفاصل والأضام وحتى لو مش بتمارس أي رياضة هوائية زي المشي مثلا برضو هتحرق سعرات حررية عشان جسمك بقى عبارة عن كتلة من العضلات وده بيساعد في تقليل السمنة وتحسين الصحة العامة على المدى الطويل طيب خلينا نشوف ايه فايدة رفع الأوزان وبناء العضلات على الصحة قلبية السلام عليكم بناءنا على آخر دراسة في 2018 وكانت اتعملت على 13 ألف واحد وكانوا بيقيسوا الأمراض اللي عندهم زي النوبة القلبية اللي هي الهارت أتاك والسكتة الدماغية اللي هي الستروك واي أحداث لها علاقة بالأوعية الدموية اللي قدت بعد الشهر إلى الوفاة وكانت النتيجة جميلة جدا إن لقوا إن اللعبة بالأوزان والحديد أدى إلى تقليل مخاطر الثلاث حاجات اللي أنا قلتها بس هنا فيه سؤال مهم نتاج كويسة وحاجة مفرحة وبهجة هل ده هيخلي الناس يروحوا الجم ويغيروا نمط حياتهم واسلوب حياتهم إنه هو يخلي الجم ده ما بقتمال حاجات الأساسية في حياتهم الباحثين ردوا على السؤال ده وقالوا اللعبة بالأوزان مش حاجة سهلة إن انت تضطها في الجدول اليوم بتاعك إنما انت بالسهولة جدا ممكن كل يوم تمشي تركب عجلة أو يكون عندك الحاجات دي في البيت لا تريدميل أو العجلة السابتة إنما قلي القوي اللي تلاقي ناس عندهم أوزان في البيت بار وجم وحديد ودمبلز والكلام ده أنا من الناس دي اللي عندي الحمد لله الحاجات دي من تاني يقول لي بيتمرن في البيت وعنده إيه اللي موجود في البيت يعني أنا حاجة له قبل كده إيه اللي أنا كنت اشتريتها وعندي في البيت في فيديو سابق طيب دي بعضا من الفوائد اللي قلناها لرفع الأوزان أكيد بقى فيه فوائد تانية لقينا برضه إن في دراسات بتقول إن رفع الأوزان أقل من ساعة في الإسبوع ساعة أيوة عام ساعة بس فيه هتقلل خطورة النوبات القلبية والسكتات الدماغية بالنسبة تتراوح بين 40% ل70% ده مش بس كده ده لقوا كمان إنها هتقلل من خطورة الأمراض المزمنة زي السكر وكان بالنسبة 29% وتقليل خطر ارتفاع الكوليسترول في الدم وده كان بالنسبة 32% وزي ما كل مرة بأكد وبقول لكم دايماً وأبداً إن لعب الحديدة جماعة مفيد لجميع الأعمار كبار سن شباب رجال سيدات كل حاجة أحسن كل حاجة أحسن للصحة العامة والصحة القلبية والصحة العقلية والمفاصل والكل حاجة وحرق الدهون وفي الآخر عايز أسمع رأيكم على الكلام اللي أنا قلتو ده ولحد عنده أي سؤال أو أي سفسار ياريت اكتبلي في كومنتات تحت والسلام عليكم اشتركوا في القناة